بعد فترة من الغياب رجعت الجماهير لمدرجات الكرة المصرية تاني بداية من الموسم الجديد ربطة الأندية أعلنت إن الحضور هيكون ألفين مشجع لكل مباراة بواقع ألف لكل فريق الرقم ده مش نهائي وممكن بعد فترة يكون فيه زيادة للعدد لكن عشان تحضر مطشاط الدوري فمش هيكون زي قبل كده من منافذ البيع في الأندية أو الملاعب لكن أونلاين عن طريق موقع تذكرتي إذا كنت حضرت بطولة أمم أفريقيا 2019 أو بطولة أفريقيا تحت 23 سنة فهيكون عندك خلفية عن فكرة حجز التذاكر من الموقع في البداية هتحتاج تسجل حساب شخص ليك وشرط أساسي لازم تكون واخد لقاح فيروس كورونا الخطوة التانية بتسجل بياناتك من اسم ومحافظة وتاريخ ميلاد والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل في الحالة دي بتكون وصلت لنفس خطوة اللي كان مسجل قبل كده وباقي الخطوات دي جديدة سواء أول مرة تسجل أو كان ليك فان اي دي بالفعل الخطوة الجديدة بيكون إجباري تختار فريقك المفضل وكل مشجع ليه الحق يحضر مباريات فريقه بس طوال الموسم ومش هتقدر تغير فريقك غير بعد نهاية الموسم تاني خطوة خاصة بالمعلومات الطبية مطلوب فيها رقم التسجيل الخاص بلقاح كورونا بالإضافة لرقم تحقق شهادة التطعيم QR كود شهادة التطعيم والQR كود بيتم استخراجهم من وزارة الصحة وبكده تكون انتهت مرحلة تسجيل بطاقة المشجع الفان اي دي وتقدر تستلم الفان اي دي مع أول تذكرة حضور مباراة حتى لو معاك بطاقة مشجع سابقة من وقت أمم أفريقيا وآخر خطوة هي حجز تذكرة فريقك المفضل مع فتح باب الحجز لكل مباراة سعر التذاكر موحد لكل المباريات بواقع 100 جنيه وبيتم استلام تذكرة من فروع شركة وي شكرا